قال البيان الختمي للحوار الليبي في المغرب إن جلسات الحوار ستستأنف في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري لاستكمال الإجراءات اللازمة لضمان الاتفاق وذكر البيان أنه تم التوصل إلى اتفاقات بشأن المناصب السيادية لافتاً إلى أن التدخلات الخارجية هي التي أجنجت النزاع هذا وعبر وفد مجلس النواب الليبي في تبرق عن أمله في تحقيق الاستقرار والوحدة في ليبيا من جانبها رحبت ممثلة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامس بنتائج المشاورات التي جرت بين عدد من الشخصيات الليبية في موترو بسويسا وأشارت وليامس في بيان لها إلى توافق أراء المشاركين بشأن الجائع الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في نهاية فترة تمتد ثمانية عشر شهراً على أن تبدأ الفترة بإعادة تشكيل المجلس الرئاسي وإنشاء حكومة وحدة وطنية كما قالت وليامس في بيانها إن بعثة الأمم المتحدة ستبدأ ترتيبات استئناف مؤتمر الحوار السياسي الليبي الشامل الذي سيتم الإعلان عنه قريباً وإضافة إلى المحادثات في سويسرا والمغرب كشف سعد بن شرادة العضو في المجلس الأعلى للدولة في ليبيا وأحد أعضاء الوفد الذي يزور مصر حالياً للتلفزيون العربي عن أن المباحثات مع اللجنة المصرية المعنية بالملف الليبي انتلقت اليوم وبحسب ابن شرادة يلتقي الوفد الليبي وزير الخارجية المصري سامح شكري كما يتوقع أن يجتمع الوفد بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ومعنا من ترابلوس نبيل السكني الكاتب الصحفي سيد نبيل ما مدى الرضا في ترابلوس أو دعني أقول التفاؤل حالياً يعني جراء ما تحققه إن كان في مونترو السويسرية أو حتى في المغرب أو حتى بعد زيارة وفد حكومة الوفاق إلى القاهرة لم أسمع جيداً ولكن ربما فهمت بعض الكلمات التي تقصد المحاولة أو الحوارة التي حدث مؤخراً في المغرب ومصر فيما يتعلق الميل يبدأ بخطوة واحدة ربما الآن الأعداء إذا صح التعبير بدأوا في فهم المعادلة السياسية والجلوس وجه لوجه للوصول إلى حل سياسي ينهي هذا الصراع الذي وصل إلى قوت المواطن الليبي يومياً من ارتفاع في الأسعار على جميع المستويات من انقطاع الكهرباء ولكن في تقديري الشخصي غياب الأعضاء البرلمان الموجودين في طارابلس في هذه الجلسة قد يؤثر على مخرجات هذه المخرجات في المستقبل كونه تم تهميش أكثر من سبعين برلماني موجود في العاصمة طارابلس الخطوة الكل ينادي بهذه الحوارات الوفد الأخير الذي ذهب إلى مصر ربما تكون هناك مخرجات إلى حد الماء تكون في صالح الوصول إلى حل سياسي ولكن الترسانة السلاح الموجود حتى هذه اللحظة والتصطير السلاح في رحلات مكوكية من دولة الإمارات إلى مجرم الحرب حفتر أعتقد هي العائق الذي أمامنا هناك بكل الأحوال تفاهمات مبدئية في المغرب مثلا تم التفاهم على توزيع مناطق للمناصب السيادية وهنا السؤال هل فعلا الوفاق مستعدة للتخلي عن كونها صاحبة القرار لتصبح جزءا من صانع القرار وإذا كان ذلك فعلا صحيحا ما المقابل لا أعتقد أن هذه التقسيمات التي حدثت مؤخرا سوف تجد رحابة صدر من الجميع كون الكل الآن الشعب الليبي ينادي بانتخابات ولا يريدون أي مرحلة انتقالية مرة أخرى الآن ما يحدث في توزيع هذه الكراسي هو عملية تدوير لبعض الشخصيات عقيلة صالح حتى هذه اللحظة يطمع في أن يكون رئيس للمجلس الرئاسي أو يكون عضو بالمجلس الرئاسي في المنطقة الغربية على بكرة أبيها لا يمكن بقبول عقيلة صالح كونها تورط في الحرب الأخيرة مؤخرا على طرابوليس وتشرد فيها المئات الألوف ومات فيها أكثر من ألفين شخص فأعتقد هذه التقسيمات لا يمكن أن يرضى بها أي شخصية ما إلا إذا كان هناك التصويت على الدستور بالدرجة الأولى ثم يدخل الدخول في انتخابات رئاسية وبرلمانية بحماية الدستور غير هذا أشار على جميع المستويات لا يمكن بقبول أي تقسيمات سيادية في المرحلة القادمة كونها تدخل في مرحلة انتقالية أخرى طب ماذا عن مشاورات مونترو السويسرية وهناك أيضا تم التوافق بين المشاركين على التوصيات بفترة انتخابية وإجراء انتخابات هل الأمر كذلك كما يحصل في المغرب أو ما يتم ربما من حكومة الوفاق من رد القال كذلك على مونترو السويسرية للأسف الشديد الصوت لم يكن راضح ولكن تكلمتي على حوار جينيف مخرجات حوار جينيف أعتقد الآن بعض المحللين وبعض المتتبعين للمشهد أشادوا بحوارات جينيف كانوا مخرجات تتكلم على انتخابات وهذا ما يريده الآن المواطن الليبي وجل النخب السياسية أو جل الأحساب السياسية تنادي الآن بدخول انتخابات مبكرة غير ذلك أعتقد لا يمكن أن تكون هناك اتفاق في تقديري الشخصي أن مخرجات القاهرة مؤخرة ومخرجات الصخيرات ومخرجات جينيف أعتقد أنها سوف تتبلور في طاولة واحدة وتكون هناك مخرجات يتفق عليها الجميع كون تغييب مجلس النواب في طرابلس أعتقد يجب أن تكون له صوت واضح فيما يتعلق بهذه الاجتماعات كون أن أغلب مجلس النواب في ليبيا هو متواجد في طرابلس وليس في طبرق طبرق الآن تتكلمي لا يتجاوز على 22 نائبا موجود مع عقيلة صالح شكرا جزيلا لك نبيل السكني الكاتب الصحفي من طرابلس